اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واللعن الدائم على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين ايها الحفل الكريم نرفع باسمكم اسمى ايات التهاني والتبركات الى مقام امامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه في هذه المناسبة الكريمة مولد جده الامام الحسن المشتبة الامام الحسن جده الامام المهدي لامه ايضا وليس عمه فقط وهذه الايام المباركة من شهر رمضان والليلة المباركة وهي افراح اهل البيت سلام الله عليهم في مثل هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستبشر بصبته وامير المؤمنين مستبشر والزهراء سلام الله عليها مستبشر فهو مولود ادخل البهجة والفرح والسرور على اهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يسع المر ان يتحدث في فضائل اهل البيت سلام الله عليهم فهم اكبر من كل مدح وثناء وتاجز الكلمات عن ذكر صفاتهم كيف وحتى اسم الامام الحسن يجب ان يأتي من السماء مع ان تسمية المولود امر عادي كل ابن يسمي ولده بما يشاء ولكن الزهراء تقول ما كنت لأسميه قبلك يا ابا الحسن امير المؤمن يقول ما كنت لأسبق رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما كنت لأسبق ربي ينتظر الاسم سبطه ان يأتي من السماء والله جل وعلا يرسل جفرائيل بالوحي ويقول سمه باسماء هارون اولاد هارون سمه شبر قال هذا اسم عبراني وانا لساني عربي قال سمه حسن وبالرغم ان هذا الاسم جميل ومحبوب ومحبب الا ان في التاريخ من زمن آدم عليه السلام و الى ذلك الزمان لم يسمى احد باسم الحسن لا يذكر التاريخ ابدا ان احدا سمي بهذا الاسم وان كان الاسم هو جميل والمفروض يكون شايع بين الناس سبحان الله اسماء اهل البيت كلها من عند الله جل وعلا وفي الحديث المعروف في توبة آدم يقول يا محسن بحق الحسن اذا دعاء الله المحسن واشتق من اسمه المحسن اسما للحسن صلوات الله وسلامه عليه كان الامام الحسن سلام الله عليه اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى حينما كبر بقيت ملامح رسول الله صلى الله عليه وآله في شكله فكان اذا مشى يتذكر الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان معروفا بالشجاعة وقل ما يذكر هذا الجانب او يسلط عليه الضوء لانه كان في ظل ابيه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولكن هلالك نقاط مفصلية في التاريخ تبين شجاعة الامام الحسن سلام الله عليه بشكل خاص اذ انه في حرب الجمل امر امير المؤمنين عليه السلام بعد ان اشتدت الحرب واشتد القتلى وكان الهودج هو الرمز لهم فاراد ان يطعن الجمل لكي ينتشر العسكر فامر ولده محمد ابن الحنفية وكان من الابطال المعروفين ان ياجم وان يصل الى الجمل فيطعنه وحاول محمد ابن الحنفية جهده كثيرا ولكنه لم يستطع لان اهل البصر كانوا قد احاطوا بالجمل وكان يقتلون باعداد كبيرة ولا يتخلون عن مكانهم ثم اخذ الامام علي عليه السلام اللواء واطاه الى الامام الحسن عليه السلام وقال له انت اذهب يا ابن رسول الله فجاء الامام الحسن وشق الصفوف بشجاعته وبطولته حتى وصل الى الجمل وطعن الجمل برمحه ثم رجع ويذكر له مقام اخر في صفين وبعضهم يحرف هذا المقام يعطيه لغيره للاشعث ابن قيس حتى لا تبقى فضيلة لأهل البيت او للامام الحسن حينما احتل جيش الشام ومعاوية الماء ومنعوا اهل العراق جيش امير المؤمنين عليه السلام من ان يشربوا الماء جاءوا الى امير المؤمنين قالوا ما نفعل نريد الماء ومعاوية منع عنا الماء فقال كلمته المعروفة رووا سيوفكم من الدماء ترووا من الماء يعني هؤلاء لا خلاق لهم ويجب ان تاخذوا الماء بقوة ومن هجم على الجيش الشام وكانوا ثمانين الف مقاتل وازاحهم من النهر الفرات وجعل جيش العراق يحتلوا مواقعهم كان القائد الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وان كان امير المؤمنين عليه السلام ما كان يرضى كثيرا من المواقف ان يقاتل الحسن والحسين سلام الله عليهما ولا بالفضل العباس لانه كان يظن بهما ان يقتل لشجاعتهما كانوا لا يهابون الجموع وممكن ان يتحين العدو فرصة فيقتلوهم وينتهي نسب رسول الله صلى الله عليه وآله الا انهما كانوا ابناء رسول الله وكان كرم الامام الحسن سلام الله عليه معروفا وعطاياه مشهورة واشتهر سلام الله عليه بكريم اهل البيت وان كان كل اهل البيت كرماء ولكن لظروف معينة تظهر خصلة من خصال كل امام تضغى بحسب الظروف الموضوعية في ذلك الوقت كان بني امي يقولون ان الكريم هو معاوية وان الحليم هو معاوية وان الان ترى في الكتب كرم معاوية وحلم معاوية ودهاء معاوية وما شكل في مقابل اهل البيت واولاد رسول الله وامير المؤمنين سلام الله عليه لذلك كان الكرم الامام الحسن ظاهرا وبارزا في يوم من الايام اجتمع جماعة وقالوا لنمتحن ايهما اكرم بني امي ام بني هاشم قالوا ماذا نفعل نفرين قال انت اذهب الى عشرة من بني امي وانظر كم يدفعون لك من المال وانا اذهب الى عشرة من بني هاشم وانظر كم يدفعوا لي من المال فجاء الذي يقصد بني امي موجودون في المدينة سألهم قال هكذا انه انا مقابلة منافسة وانا جئت انه اطلب انتم كم تعطوني فما رضوا يعني بعضهم اعطاه خمسين درهم بعضهم مئة درهم وما اعطاه شيئا وذاك الذي جاء الى بني هاشم جاء الى الامام الحسن عليه السلام اعطاه عشرة الاف والامام الحسين اعطاه عشرة الاف وجاء الى عبد الله بن جعفر بن ابي طالب اعطاه عشرة الاف فاستغنى بهؤلاء الثلاثة عن باقي بني هاشم ولما رجع هو عنده من ثلاثة ثلاثين الف وذاك يمكن لم يكمل الالف من ماله وانتهى الامتحان انت ارجع المال لاصحابها لبني امية قل له كان المسألة تجربة وليست اخذ مال وانا ارجع المال الى بني هاشم ذاك الذي اخذ من بني امية ارجع المال واحد واحد قال له يعني الان انتهت التجربة وهذا مال 50 درهم 100 درهم 70 درهم حسب ما اعطو فقبلوها قال لا باسس هذا ارجعوا المال اما الذي اخذ من الامام الحسن والحسين سلام الله عليهما وعبد الله ابن جعفر حينما اراد ان يرجع المال قالوا لا نحن قوم لا نأخذ لا نسترد ما عطيناه وهذا المال لا نأخذه مدام اعطي اعطي في سبيل الله خلص هذا منتهى الكرم ومنتهى التفاني في سبيل الله وان المال لا قيمة له عرض زائل لا قيمة له يأتي رجل من اهل الشام كان معب تعبية شديدة ضد الامام الحسن وضد اهل البيت وآل الشام ذاك الوقت كانوا جاهل لا يعلمون من الحقائق شيئا على الدعايات الاعلامية والاعلام المغرض ذاك الزمان كان وإلى يومنا هذا نرى ان شيعة اهل البيت مظلومون اعلاميا يعني يسبون مليارات الفترو دولار تصرف فقط في تشويس سمعة اتباع اهل البيت سلام الله عليهم لا لذن بن جنو الا لانهم يحبون محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد يدفعون ضريبة الولاء وضريبة المحبة وضريبة الصبر في هذا الطريق والعمل بالقرآن الكريم الذي يقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القرب اللهم صلي على محمد وآل محمد وجاء هذا الشامي وعبر بعبارات سيئة جدا كان يسب الامام الحسن ويسب امير المؤمنين الامام الحسن لم يرد عليه الان اكمل قال اذا لعلك شبهت لدينا دارا واسعة فاذا كنت غريبا اويناك اذا كنت جائعا اطعمناك اذا كنت عاريا كسوناك اذا كنت فقيرا اغنيناك انت يمكن مشتبه ما تقصدني يعني سذاك سماء وجاء غريب من الشام ما عند مكان اذا عند مكان وبيت ودار وطعام وكساء فقرام فقرام داوة الامام الحسن واجاء واكرمه وضيفه الامام الحسن ثلاثة ايام مدة الضيافة العادية فتعجب من هذا واستغفر مما بدر منه وعلم ان ما قيل في الامام الحسن واهل البيت كله دعايات مغرضة من بني امية بالطعن باهل البيت سلام الله عليهم هذا الخلق الرفيع وهذا التحمل الكبير ليس شيئا عاديا عند الناس سلام الله عليه الامام الحسن فضائله ومناقبه اكثر من ان تعد وتحصى اما صبره في صلحه مع معاوية فقد تحمل الاذى والالم بشكل كبير جدا لانقاذ الثلة الباقية من المؤمنين لان لا يبادوا وهذا الصلح كان اقصى عليه من القتال وحتى لو كان يقتل ولكن لو قتل لا يقتل الا ويقتل قبله الحسين ويقتل قبل الحسين بنو هاشم وكان يباد بني هاشم جميعا لذلك حفاظا عليهم وحفاظا على الثلة الباقية من المؤمنين اضطر ان يصالح في ظروف حيث كانت اموال معاوية وبني امية قد اثرت اثرها في العشائر والقبائل في اهل الكوفة ولم يبقى من المخلصين الا عددا قليلا بعد فتنة الخوارج وفتنة المنحرفين ذاك الوضع الذي كان ربما مشابه له ونراه في هذه الايام الاموال الاموال والمغريات والاعلام والتكفير ودول البترو دولار تعطي لهذه العشيرة وتلك العشيرة تحرض هذا على ذاك القتل سفك الدماء قطع الرؤوس كله باسم الاسلام وباسم الدين ويرتكبون ابشع انواع الظلم والجور بحيث العالم كله يحتقر المسلمين على مثل هذه الافعال كما كان وهذا كان التاريخ قديما والامور مشابهة لان الكفر ملة واحدة وان اختلفوا هناك خطان خط الانبياء وصياع الانبياء وخط الشيطان واولياء الشيطان هذه خطين حق وباطل لا يلتقيان ولكن لله في خلق يشؤون ارادة الله لامتحان البشر احيانا يسيطر خط الباطل عمليا على اهل الحق وهذا امتحان للناس ينجحوا فيه او يفشلوا لا سمح الله هذه ظروف ومحن كبيرة مرت بالامام الحسن سلام الله عليه تحملها وحفظ الاسلام بصبره وجهاده وصلحه حيث حفظ الثلة الباقية من المؤمنين نقول يا سيدي ومولاي يا ابا محمد الحسن المشتبى يذكر في التاريخ ان جماعة رأوا عند الامام الحسن بغلة جميلة لطيفة قالوا من يستطيع ان يأخذ البغلة من الامام الحسن سيأخذها ما يجي يطلبها عيب يطلبها بلا مناسبة يعني لازم يخفتعل فرد قضية ويأخذ البغلة واحد من الحاضرين قال انا اخذ قالوا طيب ما تفعل قال اذا جلس الامام الحسن وجلسنا بينه فانا ابدأ بمدح قريش جماعات عشاء القبائل من قريش موجودة انتوا سألوني ما مدحت ابا محمد هذا السؤال انتوا سألوني وانا اجاوب فجلس مر الامام الحسن في المسجد وجلس حول الامام الحسن سلام الله عليه وبدأ هذا الرجل في بيان مناقب فلان حي من قريش كريم فلان شجاه فلان كذا بيان بعض المناقب لبعض العشائر قال له انت لم تذكر ابا محمد قال نحن نتحدث عن عموم الناس اذا سألتموني على الانبياء واولاد الانبياء انا اتحدث عن الامام الحسن اما تتحدثون عن عموم الناس فطبعا قريش من عموم الناس فابتسم الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ثم لما خرج جاء وابض على زمام البغلة قال له الامام ما تريد قال البغلة قال خذها اليك اذا كان الهدف البغلة لا بس خذها اقول سيدي مولاي يعني احنا نحتاج فقط حجة وإلا كرم اهل البيت ما يحتاج لحجة اقول هذه المحبة والولاء من المؤمنين واهليهم من اولادهم بناتهم نسائهم رجالهم تقبل هذا العمل القليل بافضل القبول واجعله ذخرا يوم لا ينفع مان ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم اننا نسألك وندعوك بجلال وجهك العظيم وقرآنك الكريم وبنبيك محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين وبالامام الحسن المجتبى كريم اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ان تعجل فرج وليك صاحب العصر والزمان وان تجعلنا من انصاره واعوانه ومن المجاهدين بين يديه وان تملأ به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اقضي بهم حوائجنا واشف بهم مرضانا وارحم بهم موتانا ويسر بهم مطالبنا ووسع بهم ارزاقنا وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعل المؤمنين من بينهم سالمين غانمين اللهم احرس بلاد المسلمين في كل مكان واجعل الظالمين بانفسهم وادفع عنهم شر شر من المؤمنين ادفع عن المؤمنين شر الاشرار وكيد الفجار اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المن ان مننت علينا بحب محمد وآل محمد في الدنيا فارزقنا يوم القيامة شفاعتهم وارزقنا من حوض الكوثر لشرابهم وارزقنا ان نعبر على الصراط كالبرق الخاطفي بدعائهم وبركتهم اللهم وارزقنا في الجنة ان نكون مع المؤمنين على سرر متقابلين مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا لا بأس ان نذكر امواتنا وان كان احتفال الى روح موت الحاضرين وشيعة امير المؤمنين وذوي الحقوق خصوصا العلماء والشهداء والصالحين رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله